قصة سيدنا يونس عليه السلام تعتبر واحدة من القصص النبوية المشهورة التي تروى في القرآن الكريم وتعتبر هذه القصة مصدر إلهام وعبرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم يونس عليه السلام هو نبي ورسول من الأنبياء الذين أرسلهم له لتوجيه الناس وتبليل رسالتهم ويذكر اسمه في القرآن الكريم في سورة الأنبياء وسورة الصفات تدور القصة حول يونس عليه السلام الذي أرسله له لدعوة القوم نينوى للتوبة والعودة إلى طريق الله ولكن يونس لم يكن راضيا عن قومه وشعر باليأس منهم فقرر أن يغادرهم ويتركهم لعذاب الله فسافر يونس على متن سفينة وخرج إلى البحر ولكن لها أرسل عاصفة شديدة تهدد السفينة بالغرق وفي هذا الوقت كان يونس على متن السفينة نائما وقرر البحارة أن يقوى القرعة لمعرفة منه والمسؤول عن هذه الكارثة وكانت القرعة تشير إلى أن يونس هو السبب فقرروا أن يلقوه في البحر ليهدأ البحر وتتوقف العاصفة وعندما ألقوا يونس في البحر ابتلعته سمكة كبيرة وبقي يونس في بطن السمكة لمدة ثلاثة أيام وليالي وخلال هذه الفترة تاب يونس واستغفر الله وعاهد الله أنه إذا أخرجه من السمكة فإنه سيعود إلى قومه ويدعوهم للتوبة فبعد ثلاثة أيام أخرجه الله من بطن السمكة على ساحل بر وعاد يونس إلى قومه وبدأ في دعوتهم للتوبة ولسعادة الجميع أجاب الله دعوة يونس وتاب الناس وعدوا إلى طاعة الله تعتبر قصة سيدنا يونس عليه السلام من القصص الهمة التي تحمل العديد من العبر والمواعظ فهي تعلمنا أهمية الاستغفار والتوبة وأن الله يغفر للمذنبين إذا تبوا ورجعوا إليه كما تعلمنا أيضا أنه لا يجب على الأنبياء والرسل اليأس من قومهم وإنما يجب عليهم الصبر ومواصلة الدعوة والتوجيه حتى النهاية